مساء الجمال نجوم المباراة الاهلي والوداد بعد صعود النادي الاهلي للنهائي شيء جميل جدا الفوز خارج الملعب وتأكيد الفوز على ملعبه نجوم المباراة النهاردة ثلاثة يعني هقولهم وبعد كده هختار منهم النجم مسيماني وقفشة وحسين الشحاد طبعا فيه اللعبة تانية ديونج طبعا مفاجأة بالنسبة لي ديونج عنده السرعات هو مش مطلوب منه السرعات قوي في المكان ده بس انا صغير هو لسه صغير لكن هو عنده حدة ان هو بيعمل فاولات او بيخش بفاولات داعيب في مكانه المكان بتاعه محتاج انك تستخلص الكورة من غير فاول خصوصا مع المطشات التقيلة وكمان زي المطش اللي فات لما خد انزار في اول عشر دقايق فيخلي باله لكن هو في تحسن شديد جدا مع النادي الاهلي مستوى مختلف خالص على الاول اول ما جي دلوقتي يعني من الاعمال الاساسية بس لازم يخلي بالهم الفاولات افشا ومسيماني وحسن الشحات هستأذنكم النهاردة نجم حسن الشحات ليه بقى هو طبعا افشا هو النجم بس احنا هنستأذن كده الحجة افشا ونقول حسن الشحات لان انا بفرح جدا لما يكون لعب راجع من اصابة ومش عارف يجيب مستوى لما يظهر كويس لازم نشكره اولا نركز حافظه على نفسه ما سمعش الحد احسن الشحات انا في كل فيديو يا جماعة اقول ده راجل بقاله كورونا ما لعبش خالص وبعد كورونا عمل عملية في بطنه قاعد فيها شهرين ثلاثة فهو اكتر زكري اللاعبة اللي قاعدت في كورونا بنقول يعني بنسامحهم المستوى فحسن الشحات قاعد اكتر من سبع شهور ما بلعبش خورة فمش هرجع من اول مبره بقى كويس فطبعا حسن الشحات رجوعه النهاردة المستوى المميز وهيبقى كمان احسى من كده ده لوحده انجاز لانه هو قاتل لهذه المقاتلة ان انت بتخرج بعد المطش بتسمع الناس كلها بتقول حسن الشحات وحش حسن الشحات هو دخل في منافسة مع نفسه نسبة للناس والنهاردة احرز هدف غير طبيعي في الجمال الهدف هيفضل موجود في التاريخ يعني هدف خرافي لما قبل نهاية افراقيا تبقى بالصيقة دي كلها وعمل تجيب راجل يمين وشمال لا يعني لعيب موهوب حسين وان شاء الله طيب افضل من كده كمان بكتير يعني افشا هو كل مباراة بيثبت ان هو من رأيي ان هو يعني هو يتحط في المنتخب والباقي وراه يعني يتحط في الملعب في المنتخب وركب الفرقة عليه افشا حاجة جميلة جدا ويا بختي المدير الفني اللي معاه افشا بجد زي بيطلع الفرقة من الضغط يحولها الناحية التانية بيعمل قرى شكل جميل جدا مسيماني بقى هو البطل مسيماني اولا كل مدير الفني بيبقى ليه فكر فكر مسيماني جميل لانه بيحب لعب القرى تحس ان هو اول ما جيه واقف مع افشا وبيتكلم عليه كويس ولما ضيع ضرب الجزاء الماردونة ضيع وقل ده ده لان هو بيحبه اما الى 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 ووجوده في الملعب على طول وبيشجعه على طول شفنا افشا في قمة تقلقه حسين الشاحات كذلك واقف جنبه اجايه بيتكلم على اجايه كويس برغم ان اجايه بعيد بس عشان أجيه عنده اللمس تكور هو بيحبه كهربا ينزل كهربا أول واحد وفي ماتش برامدز ابتدى بيه هو عايز يبتدي بكهربا أساسي هو بيحب لعبة الكورة فالمدير الفني اللي زي ده عجبني اللي عجبني أكتر بقى من مسيماني النهاردة كان عمالي زع واقف عمالي زع وهم مدير الفني ده اللعبة بتاخد الإحساس منه المدير الفني لعب الكورة يعني الـ 11 النهاردة اللي كانوا في الملعب نادي الأهلي واخديني الإحساس من المدير الفني لو المدير الفني عامل كده اللعبة اللي يغلط يغلط مفيش مشكلة لكن المدير الفني لما يبقى بيه روح مش عارف ايه هم اللعبة بتتشد معاه بتاخد الإحساس معاه وماتش النهاردة بالذات كان محتاج الشد لأنت كسبان هناك الـ 2-0 فوارد واحد من الـ 11 يتراخف كورة وارد واحد من الـ 11 يقضيها النهاردة ما احنا كده كده هنكسب زعيقه بيخلي اللعبة كلها تفوق لازم نوير الفني يبقى عنده هدوء يبقى عنده عقلانية يبقى عنده عدم التصرة وكمان يبقى عنده الحماسة عشان بينقلها للعبة بتاعته مسيماني زي ما قلتلكم في الأول هو أحسن واحد أحسن واحد يمسك نادي الأهلي في الوقت ده لأنه لعب نهائيات كتير في أفريقيا لعب ماتشاط أفريقيا دي كتير قوي خد بطولة أفريقيا راجل عاش الحاجات اللي بيشوفها دي فمش ممكن يقع مش ممكن يخاف مدرب جريء مدرب شاطر بجد الحمد لله اللي احنا توقعناه نجح وقلت ده مكسب كبير للنادي الأهلي من قبل حتى ما يمسك أول ماتش قلت ده مكسب كبير للنادي الأهلي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة شكرا